وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم نريد ان نسأل عن حكم الاخذ بتقارير الارصاد الجوية التي توضح مثلا مواطن الرياح الى غير ذلك بقدر الله عز وجل ومناشيب الامطار الى غير ذلك لا ما في مانع ابدا هذا يدخل في باب التعلم وفي باب التعليم وهذا جائز ولا شيء فيه معرفة الانواع ووقتها النبي عليه الصلاة والسلام ارى ان المطر قد تأخر عن ابان زمانه عنكم فلا ما نعمل ذلك شريطة ان لا يعتقد فيها اعتقادا جازما وانها تحدث بطبيعتها او بثوي نفسها لكن كل شيء يحدث بقدر الله عز وجل وممكن يتأخر وممكن تصدق هذه الانواع وممكن ما وما تصدق لكن الانسان لا يحاول ان هو يعني يفق في ذلك ثقة كاملة وان يقدمها على ما قدر الله عز وجل او يكون ذلك سوبا في وقوعه في الشرك لكن ان اخذ بها اخذا عاديا فلا مانع من ذلك فالنبي قد قال كما في الصحيح ارى ان الله مطر قد تأخر عن ابان زمان فوعدهم لانه خرجوا استثقا عليه الصلاة والسلام والله اعلم اشتركوا في القناة